اشتركوا في القناة واسعة من الشباب ومن رياضي الفرق الشعبية تابعونا بداية اللقاءاتنا ستكون مع الكابتن المهندس مدير شباب رياض الذقار وهي الدارة المعنية بالملاعب موضوع حلقة هذا اليوم حياك الله أستاذ أحمد وأنت والكادر تحياتي لكم وأهلا وسألن بكم في ملاعب والمنشآت الرياضي التابع لمدير الشباب رياض الذقار أهلا بك طبعا نتحدث اليوم عن مجموعة من ملاعب المكشوفة اللي مفتتع حديثا بالمحافظة وهناك أخرى قيد الإنجاز كما عرفنا من حضرتك خليت عرف عن طبيعة هذه الملاعب جغرافية انتشارها كيف توزع ماذا تراعي مدير شباب رياض الذقار بتوزيع الملاعب بالمحافظة طبعا أستاذ أحمد أكثر من 28 مشروع الآن جاري العمل به في مركز الناصرية وفي الأقضية والنواحي اليوم في مركز الناصرية تقريبا حوالي أكثر من 9 منشآت رياضية موجودة في مركز الناصرية واليوم احنا هنا موجودين في ملعب سومريين المنطقة يسميها صوب الشامية هذه المنطقة كانت تفتقر لجميع المنشآت الرياضية الموجودة في عموم المحافظة الآن الحمد لله وشكر اليوم هذا الملعب دخل بالخدمة الملعب المنصورة راح نشوفه إن شاء الله وإضافة إلى ملعب الإسكان الصناعي وملعب بالعمارات وملعب العمال ومدينة الصدر والصالحية وغيرها إن شاء الله اليوم إثناء جولتنا راح نشاهدونهن إن شاء الله يعني كمديرية الشباب بالرياضة نتأمن 23-24 نكتفي من جميع المنشآت الرياضية إن شاء الله الملعب اللي إحنا راح نتجول بها كلها متشابه يعني في هذا الملعب اللي إحنا بيه من حيث المساحة من حيث التصميم لا تدري إستاذ أحمد المديرية الشباب بالرياضة تستلم الأراضي من بلدية الناصرية يعني متحددنا بمسافات ولكن جميع هذه الملعب يعني تحت الإطلاع للمادة واحد من قانون الكرة القدم والقياسات المحتمدة بالاتحاد الدولي والأسيوي وحتى الاتحاد العراقي طيب عدتكم مجلسات خاصة تعرفون من خلالها مدى استفادة هذه المنطقة أو تلك من الملعب نعم هناك عدنا طبعا الكثير من أخواتنا الرياضيين يعني هناك مناطق تحتاج جاية تصلون بنا نسعى من خلال الوحدات الإدارية لشمول كل مناطق في عموم محافظة ذيقة هناك في 23 راح تكون منشآت أخرى وقاعات وملاعب وأكاديميات إن شاء الله في 23 راح نستمر بيها إن شاء الله طيب صير بعض الإشكاليات بالتوزيع الوقت بين الفرق اللي مستفيدة من هذا الملعب أو ذاك؟ كان في السابق لأن كان فيه يعني المنشآت قليلة اليوم يعني إذا نتكلم عن كمحافظة ذيقار صورة عامة كانت يمكن تقريبا 42 إلى 46 منشآت اليوم مباشرة صعدنا يعني فوق الثمانين منشآ 23 راح نصعد يعني منشآتنا يعني راح يقل الزخم على الملاعب إن شاء الله ومستمرين نحن يعني المناطق اللي تحتاج راح نستهدفها بالتأكيد بالملاعب والساحات طيب إدارة الملاعب المنتونات كل المناطق كل المناطق طبعا أول بداية هي الموظفين المديرية كل ملعب راح يكون به موظفين من مديرية الشباب ورياضة لأن تدري هاي أمور إدارية وقانونية ولكن بالمناطق شكلنا يعني موجودة لجاني عندنا مثلا قلت لك أنا أكثر من 64 لجنة فرق شعبية من ضمنها هنا أكو لجنة فرق شعبية شون بها المنطقة هي هاي تستوعب جميع الفرق وتخلي جداول فيما بين الفرق طيب كابتن مهند الملعب مثل ما تعرف يعني قريبة من الأحياء السكنية من دور قريبة جدا بعد أمتار عن الملعب فبالتالي هاي ممكن أن يسبب بعض الإحراج لقربها يصير ازدحان من الشباب سيارات تركن فهذا الموضوع شون ممكن أن ننقلل من عده يعني احنا خاصة بالليل استاذ برانا دائما احنا بالليل يعني نوقف منشآتنا الرياضية فقط المنتذيات نظل تعمل أكو تعاون جدا كبير بين الأهالي وهما بعدين هاي الفرق الموجود يعني هما أبناء المنطقة يعني ولدهم الموجودين هنا فما راح يكون تأثير بالعكس أغلب لا شوفكوا كبارسين موجودين إذا الكاميرا طلحة كبارسين هنا وأطفال وغيرها هما جاي هنا يستمتعون هنا فماكوا أي شكالات يعني الحل هو بأنه وقت المساء ما موجود الملعب مغلقة إن شاء الله طيب أيضا نحن نشرك مجموعة من اللاعبين موجودين في الملعب الانويانة ونسمع آراءهم وقد يقولون هم طلبات يوصلها لك بشكل مباشر نحن من الإسكان الصناعي طبعا جهود مشكورة من أستاذ مهنة لأننا نكملنا هذا الملعب وملعب المنصورية وملعب الإسكان شبه الانتهاض تقريبا ما بقى شي ما بقى للقليل وملعب العمارات وإن شاء الله راح يتحسن عندنا الوضع ونلعب أكثر من يوم بالسبوع زي اللي نتعرف نحن نحصل نجوز يوم بالشهر بالتضحية أو بغير ملعب بس هسا الحمد لله فتحت عندنا أربعة وإن شاء الله يفتح لأكثر شكرا لكم حضرتك مدرب رئيس فريق رئيس فريق نحن دائما الإنسان بطبيعته يطمح للأفضل طبعا للأفضل نحن اليوم يوجد ملاعب من تجرى لكن نريد الأفضل الأفضل بقيكم من الملاعب شنو؟ الأخ قال الإنارة أكيد يكون أشياء أخرى تحسن من جوجة نحن نريد بس الإدامة نحن نريد الإدامة من أستاذ مهنة طلبة طالب من عدة يكون يحافظنا على هذه الملاعب يكون دائما يكرر علينا الإدامة بالملاعب شكرا جزيلا أكثر اللاعبين كانوا يطيحون أننا جنا حكام قريبين على الفرق كله الآن الحمد لله صار لدينا تقريبا أربع ملاعب ملعب السومرين وملعب المنصورية كاملات أثنيا الأسكان الصناعي وملعب العمارات إن شاء الله بها الفترة قريبة يكمل ونشكر إحنا لأستاذ مهند على الجهود المبذولية وشكرا جزيلا لكم عندك شيء تدد؟ لا الحمد لله صار لها بعد ما عندنا شيء أو شيء بخصوص الملاعب إضافة تشيء للملعب إن شاء الله إحنا نريد بس نريد مثلا نار نريد الملاعب نار المين مثلا كله أبات نخليها بالليل نار أبراج إذن ما يشتغل إذن حتى يشتغل إذن حتى يشتغل ما يشوف اللاعب بس من تكون بها أبراج أربعة وأكو بالملعب مناصر القديم صاد ما أنا يذري به يمكن يا ريتي حولونا هنا كابتن الملعب ما للمدينة ما للفئات العمري خطوة كلش حلوة نتمنى نتكررها بأكثر الملعب أكو فراغ وراء ملعب حي العسكري إذا شايفه ما أعرف هو أتابع لوزر الشباب الرياضة ما أعرف لا أتمنى سوي للفئات العمري بالنسبة للملعب وفائدتها في المناطق الشعبية تعتبر كرة القدم المتنفس الوحيد للفرق الشعبية في المناطق الشعبية وخصوصا في العراق كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى بالعالم إذا صح التعبير أنه العراقي تنفس كرة القدم أو البرازيل الثانية بعض الملاحظات على الأخوة اعتراضهم على الملاعب وعلى أبعاد الملاعب بالنسبة وليس دفاعا عن مديرية شباب الرياضة لكن هذا التعامل بالنسبة للواقع بعض الأخوة من الرياضيين وجمهور الرياضي يجهد قضية أو موضوع للملاعب وإنشاها الملاعب تمويلها وأموالها من المحاصلة بالنسبة للمديرية الشباب الرياضة جهة مستفيدة أو جهة رقابية مجرد أنه نعتبر حلقة تنسيق أو حلقة وصل بين باقي الجهات الحكومية الأموال من المحافظة الأراضي من مديرية بلدية الناصرية بلدية الناصرية تحدد لك المساحة اللي تعمل عليها ملاعب تجي مديرية شباب الرياضة تعد تندر بأبعاد خاصة بتكلفة خاصة من أموال المحافظة وتقدم التندر وتبقى للمحافظة اللي هي جهة تنفيذية وتبقى تراقب من الفترة اللي تقريبا أكثر من تسعة أشهر فترة العمل من رفعه طبعا بالمناسبة هذا الملعب يعاد للمرة الثانية جهود مديرية شباب الرياضة من بعد ما رفعه الثيل وصار به إدامة أو إنشاء من الصفر إحنا كمنطقة الصالحية ورياضين الصالحية تقريبا نحرمنا من الملعب ما يقارب فترة تسعة أشهر كل فريق إحنا الفرق العامل بصورة عامل لمنطقة الصالحية كل واحد أخذ حل مجرد أو وقتي بالنسبة لفريقة في سبيل يستمر بلعبة ممارسة لعبة كرة القدم يعني بين قوسين بالعامين نقول إحنا تأذينا من فقدنا الملعب لكن من رجع الملعب من فضل رب العالمين وفضل جهود الأخوة أيضا رياضيين نوجه المخاف نسينا أحد من رياضيين المنطقة تكفلوا الشباب تكفلوا بكل أمور المراجعات والجهات التنسيقية والرقابية ياريت تكون مدرجات وياريت تكون بعد الجهات الإدارية المشاءات الإدارية الرياضية تكون أفضل مما موجود حاليا كان عندك أسئلة عن بعض القياسات بملاعب عندك إشكال بيها مثلا لا بس ملعب العمال بس القياس ما التفق قد وضحها معي نعم أنا نعرف شين التوضيح التوضيح بعد وضح هو كان يقول يقول خط التماس الواقف عليه السلم مساعد هذا خط التماس يقول قريب على الصب هذا القياسات يعني أقرب من هذه المسافة أي أقرب من هذا المسافة تدري أستاذ أحمد هاي الشركات يعني يجي دور المديرية بالاستلام اطلع كل الأخطاء الموجودة من خلال المهندسين الموجودين فحقيقة ذهبنا الهوم وشوفنا خط التماس أحد خطوة التماس مو الخطين أحد الخطوة التماس القريب على الشارع العام قريب كان موجود هنا فسوينا أمر الهوم يرجعونا على وضع يعني الطبيعي أو المحتمد يعني يوسعون المسافة نعم يكيد سبب إصابات اللاعب إصابات تلعب الركنية الآوت السرعة اللاعب بعض الجماهير يعني يحتاج لها بالنسبة للفضل بالكابتن بخصوص ملعب الفئات العمرية اللي صارت بالمدينة أنا أتمنى بكل المناطق يكون بها فئات عمرية للملعب ولكن أن صدم بيمن بالأرض الأرض معظم الأراضي الموجودة معظم الأراضي هي تابعة للبلدية يعني لدوائر أخرى أو للأهالي هسا يتفضل يعني قال منطقة الحي العسكري أكو سوها هاي تحرقنا عليها طلعت تابعة إلى التربية فهذا التحويل جدا عقيم وجاء نعاني من عندك منطقة اسمها حي الشهداء موجودة المبالغ مالها مال الملعب موجود ويم الشركة ولكن صارنا تقريبا أكثر من أربعة أشهر فقط بين البلدية والتخطيط العمراني وبغداد في سبيل تحويل الأراضي أحنا عازمين تقاطعات إدارية هيها جاية خينة وأنما الأمنيات كبيرة ومثل ما تفضل الفئات العمرية هي الركيزة الأساسية بالنسبة للإدامة تفضل الكارتن الأدامة للملاعب أدامة بالتأكيد اليوم المديرية الواحدة مثل ما الأخوان بالبلدية مع المحافظة ما يقدرون هم يخدمون كل الأحياء وكل هاي المنشاة الرياضية الموجودة يراد منعتهم هما على درجة عالية وانتبهت لهم يعني قبل المباراة جاي يشيرون أي شي موجود شوفت الملعب جدا نظيف يعني هاي مو من المديرية جدا نظيف بالتأكيد هما منعتهم لأن هما يحافظون هسا تخلص المباراة يكملون إجراءاتهم يخلونها بالمكانات المخصصة البقية بالنسبة للإنارة طبعا هذا اللي أشوف فراق أكون مولد جبنا به هنا المولد أحنا جلنا بالليل ما نقدر نفتح منشآتنا أولا العوائل القريبة أستاذ ولكن وصلنا أكم بعض المباراة وخاصة بالصيف تتأخر المباراة بها ركلات جزاء غيرها نقدر الأضوية القريبة الأضوية فقط ظني نقدر نساعتهم برج كذا مثل ما تفضل كابتن ميثاق إن شاء الله هاي يعني نحاول رتب لها أي موضوع كابتن مهند نحن الآن واحد من الملعب اللي ضمن جولتنا لهذا اليوم خليتعرف على هالملعب اسم الملعب أين يقع مواصفاته مساحته طبعا هذا الملعب ضمن خطة عمار ذيقار هذا الملعب واقع في قضاء الناصرية في صوب الشامية منطقة اسمها منطقة المنصورية هذه المنطقة يعني خلال يعني إنشاها منذ يعني منطقة كبيرة وعريقة وقديمة لا يوجد فيها كان أي منشأ رياضي الآن الحمد لله وشكر هذه الملعب إن شاء الله راح يفيد أبناء المنطقة وجميع المرتادين الرياضيين من الرواد وغيرها إن شاء الله كمل صالة تقريبا أكثر من 15 يوم تقريبا تم استلامه من الشركة المنفذة والآن هو دخل للخدمة ضمن ملاعب مع حضرت ذيقار طيب إحنا أيضا أثناء دخولنا الحارس تحدثت مع حضرتك قال أنه كان ترتيب للحبيبات يعني كإجراء أو لمسات أخيرا الملعب يعني ملعب حديث جدا خلنا نعرف على تفاصيل كادر العمل نعم من الشركة الموجودة من الشركات الرصينة الخاصة بالملاعب الكوادر الشرفة علي هم دائرة المهندس المقيم من قبل مديرية الشباب برياض ذيقار القياسات الموجودة هي قياسات مطابقة للقانون الدولي المادة الأولى من قانون كرة القدم العشب هو عشب إصطناعي يعني قلت لك شي جميل بهذه المنطقة أنت يعني المنطقة فتشي أبناها رواتها نحن كمديرية رح يضاف لها نعم نحن المقاطعة كابتن مهندس كوادر اللي تعمل بالملعب اللي دايمون في عموم الأقضية والنواحي ومنها في مركز الناصرية من ضمن الموجودين هناك لجنة خاصة لمال الفرق الشعبية والفئات العمرية وغيرها إضافة إلى موظفين راح يتواجدون هما كموظفين حكوميين تابعين للمديرية الشباب رياض هناك خلفنا مكاتب ملحقة بالملعب جناح 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 داري نعم النارة ما موجودة بملعب النارة موجودة ومن ضمن الأعمال استلام الملعب هو استلام جزئي اللي كان قلت لك محتاجين لإجراء المباريات للمنطقة وغيرها فاستلام نهاية تقريبا جزئي الجناح اللي داري مثل ما تفضلت يعني تقريبا واصل تسعين بالمئة من إنجازة أكو منظومة النارة ما إذا أشوف ها بالجوانب ما موجودة هنا للرش وغيرها والغسيل وغيرها للملعب فيعني تقريبا إن شاء الله هي ساحة متكاملة كما تعرف الساحة والملعب فرق الساحة ما يوجد بها يمدرج والملعب هي بمدرجات يعني أفهم من كلامك أنه موضوع النارة يعني هو ضمن مواصفات الملعب وموجودات الملعب لكنه أكو افتتاح الملعب سريع حتى يستفادوا ومن ثم مرحلة مقبلة يتم نصب الإنارة نعم من ضمنها نصب إنارة وكذلك جناح داري وكافة الأمور وملحقات من جد إن شاء الله هذا الملعب الموجود أحد الملعب اللي تكلمنا عنها اللي هو قيد القناء وملاعب عندنا قيد الإنشاء إن شاء الله هذا اليوم ماصد تقريبا إلى مراحل أكثر من 85% إن شاء الله يعني خلال فترة أقل الشهر إن شاء الله راح يكون داخل بالخدمة من ضمن الملعب اللي أكثر من 28 الملعب العموم المحوضة هذا من ضمن إن شاء الله خلال شهر في منطقة الإسكان الصناعي في مركز الناصرية إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة